فجرى رئيس مجلس إدارة شركة كوركا للاتصالات سيروان برزاني مفاجأة مدوية بشأن حصول كوركا على قاعدة مشتركي عراقونة والأرقام ذات كود 079 لكنها ذهبت إلى زين بصفقة فساد هذا وبين برزاني أن ما تتعرض له شركة كوركا اليوم من عقوبات تعود جذوره إلى مزايرة عام 2007 ولافتا إلى أن المبلغ الذي يتدعي به هيئة العلامية ضد كوركا كان مشروطا بتسليم الهيئة قاعدة مشتركي شركة عراقنا سابقا وأكد أنه رفض الحديث للعلامي عن الصفقة المشبوهة طيلة تلك السنوات حفظا على سمعة الاستثمار في العراق ومضيفا أن التوجه داخل الهيئة ضد الشركات ومنها كوركا قد تكون أسبابه سياسية واقتصادية أو غير ذلك اشتركوا في القناة